أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أن الجامعة وبفضل الرؤية الحكيمة التي وضعها المؤسس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واتخذها فريق العمل نهجا له غدت ضمن الأفضل بين الجامعات العالمية وفقا لعدد من التصنيفات العالمية آخرها تصنيف يو اس نيوز العالمية الذي احتلت فيه جامعة الشارقة المركز الأول على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وحلت في المركز الرابع على مستوى الجامعات في دول الوطن العربية وأشد سموه بالقفزة الكبيرة التي شهدتها جامعة الشارقة في مجال الاقتباسات التي يستقيها العلماء والباحثون من المحتوى العلمي الخاص بالجامعة حيث جاءت الجامعة في فئة واحد بالمئة وحققت المرتبة الثامنة والثلاثين وتعد من أكثر الجامعات اقتباسا في العالم وأشار سموه إلى أن جامعة الشارقة جاءت في المركز الخامس والخمسين بين الجامعات في قارة آسيا بينما حلت في المركز مائتين وواحد وستين عالميا في القائمة التي ضمت الفين ومائتين وخمسين جامعة ومعهدا على مستوى العالم مشيدا سموه بجهود العاملين في الجامعة من مجلس أمناء وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والطلبة الذين أسهموا بشكل فعال في تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يحسب لإمارة الشارقة وأوضح سموه رئيس جامعة الشارقة أن جامعة الشارقة تفوقت على كبرى الجامعات العريقة حول العالم في العديد من الاختصاصات والمجالات الأمر الذي أسهم بارتقائها في الترتيب ومن هذه المجالات العلوم والتكنولوجيا الخضراء المستدامة والعلوم الهندسية إضافة إلى علوم الطاقة والوقود والنشر العالمي وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة في البداية نبارك لجامعة الشارقة تفوقها المعتاد بداية حدثنا عن تصنيف يو اس نيوز العالمي وماذا يعني هذا التصنيف للمؤسسات الأكاديمية شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الواقع بدأ تصنيف يو اس نيوز في أول إصداره عام 1983 وكان تركيزه من صب على الجامعات الأمريكية ثم في عام 2014 بدأ هذا التصنيف إدراد جامعات عالمية إلى أن وصل اليوم إلى تصنيف جامعات من 104 دولة يعني وعدد هذه الجامعات أكثر من 2250 جامعة في الواقع يركز هذا التصنيف في مؤشراته الـ 13 على قوة وغزارة البحث الألمي للجامعات والمؤسسات الأكاديمية ويستقي المعلومات بكافة هذه المؤشرات والأوزان من مصادر وقواعد بيانات عالمية من دون تدخل الجامعات نفسها مما يعطي مصداقية عالية جدا وتعد المؤشرات والأوزان المستخدمة أشمل مما تستخدم في التصنيفات العالمية الأخرى مثل QS والTimes في قياس البحث العلمي والاختباسات والاستشهادات لأن هذا التصنيف يدرج بالإضافة إلى عدد الأبحاث المنشورة والاقتباسات أوزان تدل على عدد ونسبة المنشورات التي تعد من بين 1 إلى 10% الأكثر استشهادات هذا بالإضافة إلى السمعة الأكاديمية التي يحصل عليها من خلال استطلاعات يجريها هذا التصنيف من دون تدخل من الجامعة أو المؤسسة المعني في الواقع في أمريكا ينتظر أولياء أمور الطلبة المتخرجين من الثانويات نتائج هذا التصنيف لاختيار الجامعات القوية لقبول أولادها نعم دكتور ما هي العوامل التي ساهمت في تحقيق جامعة الشارقة هذا الإنجاز لتكون الأولى على مستوى دولة الإمارات شكرا السؤال ممتاز هذا في الواقع في عام 2014 وجهنا الله يحفظه ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي مؤسس جامعة الشارقة بأن تكون الجامعة مؤسسة متميزة عالميا في البحث العلمي والتعليم وتعلم وتنفيذا لهذا التوجيه المبارك تمكننا وبموافقة مجلس أمناء الجامعة تأسيس ثلاثة معاهد بحثية الطب والعلم الصحية والهندسة والعلوم والعذاب العقلي و12 مركز متميز في البحث العلمي وبحدود 85 مجموعة بحثية في مختلف التخصصات بالإضافة إلى تطوير برامج الدراسات العليا ليصبح لدينا الآن 18 برنامج دكتوراه و57 برنامج ماجستير في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية والأدبية بالإضافة إلى مختبرات البحث العلمي المزودة بأحدث أنواع التكنولوجية والتجارب العلمية المهمة ويجب أن لا ننسى تميز العلماء والباحثين من أعضاها هي تدليس الجامعة من أكثر من 65 دولة وبالتالي أصبحت جامعة الشارقة الآن برعاية ومتابعة سمو الشيخ سلطان من أحمد القاسمي رئيس الجامعة بيئة خصبة وواضحة في إنتاج البحث الألمي الرصين كما ونوعا ويجب أن لا ننسى الشراكات القوية لجامعة الشارقة مع أقوى الجامعات العلمية في البحث العلمي والتعليم والتعلم وبالتالي لدينا أبحاث مشهورة في أرقى المجلات العالمية باشتراك مؤلفين علماء وباحثين من أقوى الجامعات القارات الخمسة فضلا عن الأبحاث العلمية التطبيقية التي تقنم الشارقة وبالمناسبة فإن جامعة الشارقة هي رقم واحد في الدولة في البحث الألمي ورقم أربعة في الوطن العربي منذ أكثر من خمس سنوات وهي الآن والحمد لله رقمها 261 عالميا نعم الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كل الشكر لك على هذه الإفادة شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمة الله